بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل المحاضرة رقم 13 من الدرس الثالث لعنوان Properties of Pure Substance بالمقرر الديناميك الحرارية بداية رح نبدأ بتعريف Heat Capacity Heat Capacity is the ratio يعني هي كسر Heat added to or not from a substance to the change in temperature delta T يعني هي كمية الطاقة الحرارية المضافة أو المنزوعة من جسم لتغيير درست حرارة بمقدار delta T هذه Heat Capacity عادة نستعمل حرف C capital هناك نوعين من Heat Capacity Heat Capacity الذي يقاس at constant pressure ويعبر عنه subscribe P يعني مع ثبوت الضغط بالنسبة للنوع الثاني Heat Capacity at constant volume وعادة نستعمل subscribe V يعني ثبوت الحجم فهنا تعريف Heat Capacity زي ما قلنا نستعمل حرف C capital CP تساوي Heat على delta T Heat هنا لونة حقيتها هي جول delta T لونة حقيتها هي Kelvin فإذاً Heat Capacity لونة حقيتها هي Joule per Kelvin طبيعي جداً لما نبغى نعرف Heat Capacity أو كمية الطاقة الحرارية يلزم لي نعرفها بالنسبة لكتلة معينة أو حجم معين فهنا راح نعرف specific Heat فعادة تكتب هنا Capacity لكن عرفت دائماً بـ specific Heat يعني هي H يعني هي Heat Capacity على تقسيم الكتلة فهنا specific Heat at constant pressure مثلاً معطية بـ H معطية نستعمل كالعادة هنا small letter CP تساوي Heat Capacity على الكتلة لونة حقية CP هي Joule per Kelvin زي ما شفناها قبل الماس هي كيلوغرام فهنا specific Heat لونة حقيتها هي ستكون Joule per Kelvin كيلو لكل كيلوغرام أيضاً عندي specific Heat at constant volume اللي هي عادة CV كالعادة نستعمل هنا specific Heat يعني small letter C V يعني constant volume فهي تساوي Heat Capacity at constant volume على الكتلة بالنسبة للوحدة هي نفس الوحدة حق specific Heat at constant pressure يعني Joule per Kelvin كل صباح من هذا الإمتشاكل الإمتشار ص scandal نحن نفع تساوي الأنeste معطية الإمتشار 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 الإستعمال في وضع الوحدة عندام equip بدون الدين كالعادة نستعمل أيضاً تعريف الثاني اللي هو specific Heat outta constant pressure ضع دي اتش على دي تي. لو بغينا نستعمل معادلتين اللي شفناهما الحين يعني 13 و 14. راح لو سويت التكامل راح نتحصل يوتو مينس يوان يساوي التكامل سي في دي تي بين تي وان ان تي تو. راح نتحصل على هاته المعادلة الاخيرا. تعريف مع انه سي في افرج تساوي ايش. تساوي ده افرج بتوين تون بريسير تي وان ان تي تو. يعني قياس سبيسيفيك هيت. معدل سبيسيفيك هيت ما بين درست حرارة تي وان ان تي تو. نفس الشي هنا بالنسبة للانثالبي. نفس الشي هنا. عندي اتش تو مينس اتش وان. نستعمل معادلة رقم 14. نتحصل بالتكامل كده. راح نتحصل سي في افرج تي تو مينس يوان. كالعادة. يعني سي في افرج هي سبيسيفيك هيت ات كانسان بريسير بين درست حرارة تي وان ان تي تو. بالنسبة الاي دي الجاز واللي تقريبا راح نشتغل عليه في الثيرموان. لتتأكد جاز ولل ما يتغير تغير. مينس يتغير تغير الحرارة فقط. نتأكد على المعلومة هذه. عليك أن تصبح المعادلة. بالنسبة إنا CV تساوي DU على DT هنا يعني exact differential أيضا CP تساوي DH على DT هنا أيضا exact differential هنا ما تتغير بH إلا بتغير درجة الحرارة إلا بتغير درجة الحرارة فلو بغيت نستعمل هذه المعادلة مثلا عند الانثالبي أو specific انثالبي تساوي U plus PV حليت الكوس تصبح للمعادلة زي كده أخيرا تصبح ل DU على DT plus R نعرف إن DH على DT هي تساوي H تساوي CP زي ما عنا هنا وعندي DU على DT تساوي H تساوي CV زي ما موجودة هنا فإذا تصبح للمعادلة الأخيرة specific heat at constant pressure تساوي specific heat at constant volume plus R هذه المعادلة صالحة دائما وأبدا بالنسبة لH ال ideal gas التعريف الأخير في هذه المحاضرة هو specific heat ratio اللي هو يساوي لي H يساوي لي CP على CV عادة من الرقم هذا يكون معروف بالنسبة لأي ideal gas نهاية هذه الحصة فقط تبغيت نسأل هل هناك تغير هل هناك تغير بالنسبة لCP والCV بالنسبة لأي ideal gas يتغير بتغير درس الحرارة فقط أو هناك عوامل أخرى يمكن أن يتغير بها